السؤال الثالث ماذا نجيب من أراد دليلا عقليا على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أقول يا أبو حسين أسئلتك تحتاج إلى أجوبة طويلة دليل عقلي على وجود الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه دليل عقلي محط لا يخطر في بالي ولا أعتقد أنني أستطيع أن أرد لك دليلا عقليا محضا نعم نحن في الثقافة الدينية نسمي بعض الأدلة المركبة مما هو نقلي وما هو ذوقي بالذوق العقلي نسميها بالأدلة العقلية وإلا إصطلاحا بحسب الإصطلاح المنطقي أو الفلسفي ما يسمى بالدليل العقلي يعني أن يكون دليلا عقليا محضا لا أعتقد ذلك لأن هذه القضية قضية دينية ولكن يوجد هناك لون من الأدلة في ثقافتنا الدينية نحن نسميها بالأدلة العقلية ولكن في الحقيقة حين نحللها فهي أدلة جماع بين ما هو نقلي وما هو من الذوق العقلي ما يقبله العقل نشكلها فنجعل منها دليلا عقليا وأعتقد أن الكتب التي تبحث في إثبات وجود إمام زماننا تتناول هذا المطلب فهي تجمع بين ما هو نقلي وما هو يتناسب مع الذوق العقلي وتطلق على ذلك بما يسمى بالدليل العقلي لكنني أقول هناك ما أسميه أنا بالمقاربة العقلية وهذا ما يمكن أن تستنتجه من خلال حلقة يوم الخميس كان هناك سؤال وطلب من أخينا العزيز الحاج علي طم الكربلاء أن أتحدث عن الولاية التكوينية وسيكون حديثي إن شاء الله في يوم الخميس ستكون الحلقة مخصصة للولاية التكوينية إذا كان هناك متسع من الوقت يمكن أن نتناول أسئلة أخرى ولكن يوم الخميس سيكون الحديث في هذا الموضوع تحت هذا العنوان الولاية التكوينية وأقول للأخي العزيز علي الناصري يمكنك من خلال الطرح الذي سأبينه أن تجد مقاربة عقلية واضحة جدا وصريحة يمكن أن تسميها أنت بدليل عقلي على وجود إمام زماننا صلوات الله وسلام عليكم